توجه وزير الخارجية سمح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعليات المنتدى الاقتصادية العالمية وعقد اجتماعات وزارية هامة حول الوضع في قطع غزة والقضية الفلسطينية وأوضحت وزارة الخارجية أن الزيارة ستتضمن مشاركة شكري في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو وجلسة رفعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط كما سيشارك شكري في عدد من الاجتماعات الهمة تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية ستة المعنية بمتابعة الوضع في غزة ولقاء للمجموعة مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين واجتماعا وزريا آخر يضم عددا من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي